إذا رأيتم أن المحتوى هاتف وينتفع به الناس فالمرج تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين هذا حال رخائكم حتى إذا جاءت الشدة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات قال تعالى وبشر الصابرين لأنهم لما استعانوا بالإيمانيات على الوجه الذي ينبغي كانت معية الله لهم إن الله مع الصابرين فكانت الصلاة كأم العبادات وما اجتملت عليه من الصبر صارت هذه المنزلة الإيمانية صارت مستقرة في قلوبهم فأوجبت لهم بذلك معية الله عز وجل إن الله مع الصابرين هذه معية خاصة قال كلا إنني معكما أسمع وأرى قال كلا إن معي ربي سيهدين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهكذا يستشعر المؤمن معية الله عز وجل له في الضراء لأنه قد استجلبها ابتداء في السراء القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري